بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات نقدم لكم آخرة مستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 ببلادنا فخلال 24 ساعة آخرة سجلت 71 حالة جديدة ليرتفع إجمال عدد الحالات المسجلة منذ 2 من مارس إلى هذا الوقت إلى 8508 أي بنسبة 23.4 لكل 100 ألف نسمة سجلت الحالات الجديدة بكل من جهة مراكش أسفي 30 حالة بمدينة مراكش لبؤرتين عائليتين كنا تحدثنا عنهما في الأيام الأخيرة والتاني ما زالتا نشطتين 22 حالة بجهة تانجا تطوان الحسيمة ببؤر مهنية وكذلك لمخالطين مختلفين هذه الحالات سجلت بكل من مدن تانجا العرائش والفحص أنجرة 12 حالة بمدينة الدار البضاء الكبرى جهة الدار البضاء السطات وهي لمخالطين لحالات مختلفة وأخيرا سبع حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة في بؤرتين كانت قد اكتشفت في الأيام الأخيرة إذن مجموعة هذه الحالات الواحد والسبعون كلها اكتشفت في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر التي شملت بالنسبة للمخالطين لحدود هذه الساعة 49 2335 ولزل 6771 مخالط رهن التتبع الصحي بالنسبة للحالات التي تم استبعادها مخبريا بعد أن خضعت للكشفات في إطار الحالات المتشكك بها سريريا أو المخالطين أو تدبير البؤر أو كذلك استراتيجية الكشف في المؤسسات الصناعية والمهنية فكانت هذه الحالات المستبعادة في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة 16409 ليرتفع مجموعة الحالات المستبعادة إلى 347 ألف وخمسمائة وثلاثة وربعين للأسف الشديد سجلت حالة وفاة جديدة بمدينة الدار البضاء ليرتفع إجمال حالات الوفاة إلى 211 حالة وفاة منذ بداية الوباء في بلادنا لكن مع ذلك يبقى معدل الفتك أو نسبة الإيماتة مستقرا في جوج فاصل 5% ولله الحمد والشكر انضافت 72 حالة شفاء جديدة إلى مجموعة المتعافين ليصبح لعدد الإجمال المتعافين في بلادنا منذ بداية الوباء 7565 ويصبح بالتالي معدل التعافي يساوي تقريبا 89% بالتحديد 88.9% بالنسبة للحالة النشطة أصبحت اليوم في المغرب هي 732 حالة مزعا على مختلف مستشفيات المملكة أي بمعدل جوج لكل مائة ألف نسماء هذه الحالات معظمها يوجد بجهة الضر بضاء 246 حالة جهة مراكش أسفي 188 حالة جهة طنجة طوال حسيمة 152 حالة 188 حالة بجهة الرباط سلا القناة فيما توجد حالتان بكل من قلم ودنون وسسم الساء وحالة واحدة بجهة العيون الساقية الحمراء ودائما الدخل والدهب وضرعات فلالت والله الحمد بدون أي حالة نشطة الدخل والدهب منذ فاتح ماي 2020 وضرعات فلالت منذ عفوا منذ فاتح يونيو بالنسبة للدخل والدهب بينما ضرعات فلالت منذ 29 ماي 2020 نختم بالحالات الخطرة والحالات الحارجة اللي يبلغ مجموعها في هذا الوقت سبع حالات أقل من أيام السابقة والله الحمد ثلاثة بمدينة الدار البضاء وأربعة بمدينة طنجة من بين مجموع الحالات السبعة الخطيرة والحارجة هناك أربع حالات تحت التنفس الصناعي أو الاصطناعي اثنان بمدينة الدار البضاء وحالتان بمدينة طنجة كانت هذه إذن آخر المعطيات الوبائية المتعلقة بمرض كوفيد-19 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوش تابونا وفلاشي ليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام